ضمن سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين اخترت قوات الاحتلال 12 منزلا بالهدم في قرية وادي النيص جنوب بيت الأحمة اجوا بالامس القريب اعطونا اختارات وكل تكريبا كل شهر بيجوا مرة مرتين بيعطوا اختارات للبيوت وبكل هذه البيوت غير قانونية ففي ميت ضنم في الجبل اللي شايفينه كل مواحد يبني او يعمل اسسات للبيت اختارات وهذا غير قانوني واحنا ماشيين في الاجراءات القانونية وبنحكي لهم يعني ان بيوتنا قانونية 100% فبتعرف لما يجوا ويعطوا اختارات لصحابين البيوت والله ما بيناموا لا ليلهم ولا نهارهم بتهنوا فيه يشن الاحتلال حملة شرسة بحق الفلسطينيين في مناطق جيم بتهديد مساكنهم بالهدم بحجة عدم الترخيص وبطبيعة الحال يضع الاحتلال قيوده المشددة التي تحول دون منح الترخيص للفلسطينيين الجات الاسرائيلية من جهتها ايت اول مرة وثاني مرة وثالث مرة وكان اخر مرة بالامس اجوا اعطوا اختارات لها 12 بيت بالهدم وفيه وقف البناء في حين على الجهة الثانية انت بتلاحظ ان المستوطنات عملها بتلتهم بالارض بدون اي رحمة احنا من طالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالنظر الى حق الفلسطيني انه اقل حقوقه انه يعيش على ارضه ويبني في ارضه كباقي شعوب العالم وفي المقابل يتيح الاحتلال كافة التسهيلات للمستوطنين بسلب اراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات عليها وبذلك يمتد السرطان الاستيطاني بشكل متسارع بتزامن مع قرار مجلس الامن الذي ادان الاستيطان في الضفة الغربية استطاع الفلسطينيون اثبات ملكيتهم الخاصة لهذه الاراضي وعلى الرغم من ذلك يهددهم الاحتلال بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص لان هذه المناطق تصنف بجيم حسب اتفاقية اوسلو وتتبع اداريا لما يسمى بالادارة المدنية الصهيونية لفضائية الحقيقة الدولية وعد الكار من قرية وادي النيص جنوب بيت لحمة فلسطين المحتلة